بعثة الأمم المتحدة ذهبت إلى الكونغو الديمقراطية منذ 1999 بقوات قوامها 16 ألف عنصر لتحقيق الاستقرار بالتعاون مع الحكومة الكونغولية وأظن أن السبب لهذا الانسحاب الشبه المفاجئ يرجي إلى المزاهرات المناهضة لهذه القوى الأممية وقد صرح وكيل الأمين الأم للأمم المتحدة بوجود إهباط من السكان تجاه القوات الأممية ومهما يكون من شيء فإنه يتحتم على الحكومة الكونغولية تعزيز قواتها الدفائية لميل الفراغ الذي سيتركه انسحاب منسكو هناك الوضع الأمني في شرق الكونغو مقلق جدا وله تدائيات أمنية قطيرة بسبب وجود الجماعات المسلحة المختلفة التي لها جزرها الإرقية مع وجود الاختلافات السياسية الممتدة لدول الجوار وعليه فعلا نخب السياسية في جمهورية الكونغو الدموقراتية تقديم مسلحة الوطن والتغلب على التوترات استنادا إلى العامل الإرقي والسياسي وجود الهكومة لا يمكن أن تتحقق بمنع عن تحسين العلاقات مع الدول الجوار ويبدو أن هناك تنافسا إقليميا على شرق الكونغو الأمر الذي لا يجعل الدول المجاورة دي معزلين أما يحدث هناك من التدائيات الأمنية ترجمة نانسي قنقر